اشتركوا في القناة اثناء جلالة الملك المفدى على الجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعملين فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية وأكد جلالته على أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده مشيدا العاهل المفدى بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارة الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن وصالح المواطن من جانبه أكد السيد حسن خليف الجلهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات التي حققها الديوان خلال العام الماضي مشيرا إلى أن البيانات تعكس مدى استجابة الديوان لسياسة الدولة الهدفة إلى ترشيد المصرفات والحد من الإنفاق العام وأفاد الجلهمة بأنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات وآراء جلالة الملك المفدى السديدة فيما يتعلق بدوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام